الفراز للمجتمع اللي احنا عاشين فيه والمواقف اللي هم بياخدوها في حياتهم نتيجة للعجز عن موجاهة قصة منهم جميلة قوي فأخشيناهم إن أخشيناهم إن أخشيناهم فهم لا يبصرون على فكرة الشعب المصري كله هو داخل المطار بيقرأ هو كان راحه برسعيد عشان يجيب أيام برسعيد كان فيها فكان المواطن الغالبان من كتر ما هو بهدومه مقطع راح جاب قميسين فكان كل همه إنه إنه هو يعدي من غير ما يدفع جمع من غير ما يدفع جمع الرجل البسيط الرجل البسيط هؤلاء البسطاء الدانتيل ده اللي مشغول به القصص روايات بتاعتك هم الأساس اللي فجر لنا الثورة ده لما نزلوا لهذا البسط هم اللي ما كانوش بيثوره اللي انت طرحت عنهم السؤال لماذا لا يثور المصريون أنا قلت لماذا لا يثور المصريون أولا سؤال استفزازي وكان قصدي أنه يبقى سؤال استفزازي عشان الناس تثور وسانيا أنا قلت أنه الشعب المصري يثور وده اللي حصل يثور على طريقته ليه بقى عند حضرتك واحد عنده سبعين سنة واحد عنده خمستاشر سنة ويتعرضوا لنفس المؤثر يعني اللي عنده سبعين سنة حدي دائق ومسلا أنه مسائق واللي عنده خمستاشر سنة حدي سالي اللي عنده سبعين سنة دائما بيبقى أهدأ وأحكم وبيشوف الموضوع حيوصل لفين اللي عنده خمستاشر سنة لسه يتعلم الحياة بقى الشعب المصري شعب عجوز ومش عجوز مش عجوز بمعنى الضعف عجوز بمعنى الحكمة الشعب ده حكيم الشعب ده بقى له ستة لاف سنة في شعوب أنا تعلمت في أمريكا أمريكا يعني أمريكا ما بقى لهاش متين سنة مخدباتي فأنت عندك ستة لاف سنة فالناس المصريين دايما وده في تاريخهم يسعى زي الرجل الكبير الحكيم يسعى لإيه لأنه ما يبقاش فيه مواجهات يعني مثلا بتشتغل مثلا ببتاع فيه مثلا رجل لنقص لك أو ظلمك رئيسك مش هتخش تكسر المكتب ولا زي لا هتشوفه وتكلمه وتشوف حد يعرفه وتقوله عم ليه كده بس ولو مراتك تعرف مراتك تقولها ليه كده يعني ده ده في التراز في دمنا في نقطة معينة يتأكد للمصري أن الحلول الوسط لم تعد توقتي فيتحول لثورة حقيقية كل الثورات بتاعت مصري كده على ألف العصر الحديث أنت كنت شايف أن الثورة جاي 100% لأنك أنت كنت تستشر ده أنت قلت ده كتير في كتبك ده أنا يوم 23 كنت بوقع كتاب ده يعني وصلت للدرجات ده جزء من قصيدة للشعر العظيم الرحل صراحة بسابور أه بس أنا أيلها ده عنوان أفاجر أو موت عنوان مقالة إنما الفكرة هنا إيه؟ يوم 3 أولاً ليه أنا كنت حاسس؟ طبعاً عشان قرأت التاريخ حاولت أفهم يعني ففهمت القاعدة دي إن كنت ما تفتكرش وطبعاً ده ممكن يبقى خطأ حسن مبارك ما تفتكرش إن المصري لما سكتلك مرة واثنين إن هو حيسكت على طول لا ده هو بيسعى لتفادي المشكلات إذا قرر بقى إنه يعمل مشكلة بيعمل مشكلة صحة أنت وصفتها إن المصري شعب عبقريت الشعب المصري إنه قادر على التأقلم طبعاً وإيه لك أن نندسر أين؟ ليه بقى؟ مصر نابليول كان بيقول عليها دي أهم دولة في العالم في العالم القديم ما كانش لسه حد اكتشف في أمريكا خلاص مصر مشكلتها إيجابياتها وسلبياتها من موقعها الجغرافي إيجابياتها لا يستحيل أن تكون مصر متطرفة أو متعصبة لأن مصر كانت بتقوم بتبادل الشفرة الحضارية بين أنحاء العالم على مدى آلاف السنين ففكرة الانفتاح وإنك أنت تحترم الآخرين وتتقبل كل الناس اللي مختلف ويعيشوا في مصر دي فكرة عندنا في دماغنا في تاريخنا عشان كده مصر ما فيش بلد تانية في التاريخ غير الأندلس كان فيها التعايش اللي موجود في مصر مصر كانت تتقبل مهاجرين من كل الملل والأعراق والأصناف ويجوا ويشتغلوا ويتعلقوا بالناس والناس تتعلق بيهم ويبقوا جران مصر استقبلت أرمن وإيطاليين ويونانيين ويهود وبهائيين كل الناس لأن دي طبيعة مصر طيب تأقلم وتكيف وإذعان لا إذعان إلى حد إلى تكيف لا حدك وصفته أنه كان فيه إذعان أنت أنا لما بكتب ده في جريدة أنا بقى عامل زي المحرد ساعات بقى يعني بقى عصد أن أنا رزل أن قارئ يارا يقول إيه أنت بتشتم نقول له أبا شتمك أنت واخدبائك موش أنا مصري وأنا عشتمك كنت تقول لي ما أنا مصري زيك واخدبائك فكت ساعات بستعمل ألفاظ قاسية عامدا واخدبائك إنما في واقع الأمر أنه عايز أكمل الفكرة دي الإيجابة أن مصر متحضرة جدا السلبي إيه بقى أن مصر موقع استراتيجي جعل أن كل الناس حاولت احتلالها أو حاولت حكومها بقى طريقة أي حاكم في العالم من أول إسكندر الأكبر لجورج بوش لهم طامع في السيطرة على العالم لابد أن يسيطر على مصر ده عمل إيه بقى عمل عندنا موضوع التأقلم ده يعني الإنسان المصري يعيش في الظروف مش ممكن حد يعيش فيها إنما عنده فكرة التأقلم بس إلى حد إلى اللحظة اللي دايما عشان كده دايما بقى دي نقطة مهمة عشان كده دايما صورات مصر تبقى غير متوقعة لأن انت خط على إنه هو عمل يسكت يعني صورة 19 لما تنفس ساعة الزغلون التقارير الصادرة من الصفارة البريطانية قبل الصورة بتقول إنه مش أحصل صورة مصر كانت هادية جدا فجأة قامت القيامة وهو زي صورة 25 يناير بالظلط واختباعها فدي طبيعة الشعب المصري الاحتلال أجنبي بس حضرتك بردو وصفته إنه ممكن يوصل الاحتلال إنه احتلال من ديكتاتور استعمار وطني لقيت الاحتلال في الموسوعات بعض الموسوعات أيوه حضرتك مش مرتبط بقوة أجنبية يقولك مجموعة من المسلحين يسيطروا على مقدرات بلد ويديروا البلد لحسابه بدون النظر ليه يعني احنا كان مبارك والشلة محتلين مية المية مية المية وأنا لما بيقولولي لما بطلع برة وبيقولولي أنت ليك عملت بالسياسة لا أنا أنا لما أعمل بالسياسة أنا أقول لهم إيه أنا كنت أشارك في تحرير بلدي إنما أنا لعيز السياسة والعيز من نصر ولا عمري حقد أي عاجة إنما فكرة إن دي ده حرب تحرير 25 يناير حرارة مصر لازم تشارك فيها يعني وضع احتلال احتلال داخلي ماء في الماء ده في بعض التفاصيل الاحتلالات أو الاحتلال الأجنابي بيبقى أقل إجراما من الاحتلال اللي نشوف نيه أيه صحيح يعني لما تشوفي حضرتك انتهاكات حقوق الإنسان مثلا في فترات معينة يعني مثلا أنا كتبت عن ده في الكتب حسن دن شوية مثلا احنا خدناها في المدرسة فاكر حتى الدرس يعني إن حسن دن شوية ده دليل على دليل على إنه الاستعمار البريطاني الهمجي البربري الذي قام وعمل وبتاع تشوفي حسن دن شوية دي طبعا فيها اعتداءات جسيمة على الفلاحين المصريين إنما حسن دن شوية دي اللي قدت لاستشهاد واحد أو اثنين أو تلاتة أو اربعة ده ده بيحصل كان في أسبوع في بحث أمن الدولة وفي الإقسان يعني إحنا عملنا دن شوية جامدة قوي ليه لأنه ده احتلال بريطاني واخدبالك وطبعا إحنا عندنا حزير حساسية إنما الاحتلال المباركي احتلال مبارك ونظام مبارك كان في أوقات كثيرة جدا يمارس جرائم أسوأ من الاحتلال بريطاني أنا معجبة جدا نحن النهار ده لازم نبتدي نستعمل لفظ احتلال مبارك اه احتلال مبارك بصراح وحرب التحرير طبعا كانت حالة تحرير حالة تحرير مصر وهم على فكرة وده دليل تبقى لسي أن أن الثورة المصرية عملة عشرين مليون مصري تمام العشرين مليون مصري منهم بالكتير جدا مليون ونص مسياسين ليهم دعوا بأحزاب التمنتاشر ونص التانيين روحوا لأنهم حرروا بلدهم يعني هم أول ما حسوا بلدهم اتحررت خلاص احتفلوا 11 فبراير ورجعوا بيوتهم فكانت حرب التحرير كانت حرب التحرير وقبل ما نخرج ونرجع تاني لهذا الحديث الشيخ لازم أقول لكم بقى مقال بعنوان مفجر وأموت وقال فيه الأستاذ دكتور علاء أسواني إحنا المصريين لكننا المصريين في كل لحظة فارقة في تاريخنا لحظوا يا جماعنا ليه مصر أرى لكم الكلام ده لأن الكلام ده كتبوا في 2009 و2010 قبل الثورة لكننا المصريين في كل لحظة فارقة من تاريخنا تتنزعنا